فلحوا ومولوا منطقة دريدير التابعة لبلدية عينيبل في ورية الجلفة غياب الكهرباء الفلاحية ودعم البناء الرفي ما جعلهم يعيشون في عوذلة عزلة تامة لعدم ذروريات الخياة من النقل المدرسي وأيضا مشكل تأخر تسوية ملف استصلاحي أراضيهم زكريا مداح رصد التاري ما هم خادميننا لأطرق ما هم عاطيننا أطرولي ما هم ديريننا لسيات هنا عدنا هنا كنت تحسبها رفاية 200 ولا 300 يشير رفا تقرأ كنت تحسبها 200 ولا 300 رغم حاجرين نرى أن نعالوا في منطقة الزريزير هذه كما هذا القصة اللي حكى عليها الرئيس تابون يقول لهم المنطقات الظل أرانا فيها اليوم نرى أن نستصلاح هذا هو ورانا من 2009 ومن 2008 أرانا نعالوا من التري سيتي لا بنا أعرفي لا ألف المواشي اليوم ولا في أربع أمئة ألف الغلم من ندوها للصوق ما نردوها ما كينوالوا رانا ما كينوالوا العلف اليوم ربعمية النقر جا ما يسموكش فيها ولو تعالي تقولوا هروح نبيع لك مياه يقولك مكانش نمن نديها قام حرانا ناخذ منه فيه وندفعه فيه للدول هاي مستفيدة الدولة معنا وتربية المواشي ورانا قال لينا في العلف المواشي رانا قالي رانا حتى الربعمية ألف خاصنا تري سيتي وخاصنا نقل الولاد نفاهي روحوا رانا مذراريين أياران ينجي فيهم من البراشماء مني واحد العشرة كيلو موسيقى